السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديوات الألعاب التي نقدمها وارحبا بكم محبي وعشيق لعبة ثانين أسطورية إليك أصدقائي أو إليك صديقي عشر من الأسرار داخل لعبة ثانين أسطورية قد تكون تعلم بها أو لا تكون تعلم بها أو تعلم ببعضها في التعليقات تستطيع إضافة سر آخر لم نذكره في هذا الفيديو تستطيع إضافته في التعليقات ليكون هذا الفيديو مرجعا لمعلومات وأسرار تتواجد داخل لعبة ثانين أسطورية لربما معظمون لا يعلمها لطبيعة الحالة صديقي هذا الفيديو فقط للمشاركة الآراء وكذلك مشاركة المعلومات ويعتبر استراحة من الفيديوهات التعليمية وغيرها الفيديو الموالي صديقي سوف يكون حول عشرة من أفشل الأشياء المتواجدة في لعبة تنين أسطوريا طبعا ما هو فاشل في لعبة تنين أسطوريا أكثر من عشرة ولكن سوف أختار لكم توب عشرة أفشل أشياء موجودة في لعبة تنين أسطوريا الآن نبدأ بالعشر الأسرار المتواجدة في اللعبة السر الأول صديقي أو المعلومة الأولى هو أنه لعبة تنين أسطوريا غير قابلة للتختيم كما نعلم أنه معظم الألعاب يمكن تختيمها خصوصا الألعاب الكبيرة والألعاب القصصية وغيرها يخطئ من يظن أن لعبة تنين أسطوريا يستطيع تختيمها في لعبة تنين أسطوريا يوجد تنين وطبعا أول شيء تستطيع القيام به من أجل تختيم لعبة تنين أسطوريا هو القيام بالحصول على كل التنانين المتواجدة في اللعبة إلى حد الساعة يوجد في لعبة التنانين الأسطورية حوالي 1123 تنين لا يوجد لاعب إلى حد الساعة في لعبة التنانين الأسطورية لديه كل التنانين المتواجدة في لعبة التنانين الأسطورية مهما كانت قوة هذا اللاعب إذن بطريقة أو بأخرى أو السر الذي أو المعلومة التي نحن متأكد منها أنه اللعبة لعبة التنانين الأسطورية لا يمكن تختمها بأي حال من الأحوال لهذا إذا كنت تجري وتلهث من أجل القيم بجمع كل التنانين دعني صديقي أصدمك وأقول لك أنه لا يمكن لك ومن المستحيل القيم بتختيم لعبة تنانين أسطورية ننتقل إلى السر أو المعلومة الثانية في خريطة لنقول الحملة وخريطة لنقول حملة الأختاب وكذلك خريطة الحملة البطولية المهم أماكن القتال المتواجدة في لعبة تنانين أسطورية هذه الأماكن المتواجدة هنا يوجد ثلاثة نسخ من نفس الخريطة يوجد الوضع العادي المتواجدون كذلك يوجد الوضع البطولي المتواجدون ويوجد كذلك وضع الكوابيس هذه كلها نفس الخريطة ولكن تبقى لنقول الصعوبة على حسب الخريطة الوضع العادي ومتاح للجميع البطولي متاح للمتوسطين والكابوس متاح للمحترفين المعلومة هنا أنه الوضع العادي هو لوحده فقط من يتواجد به هذه الكنوز المتواجدة هنا ستلاحظ أنه الوضع البطولي لا يوجد فيه الكنوز على الإطلاق كل ما يوجد فيه صديقي هو مكان اللفافات هذه أو مناجم اللفافات لا يوجد هنا في الوضع البطولي لا يوجد أماكن الكنوز ولا أعتقد أنه الوضع الكوابس يوجد فيه مكان الكنوز إذن الكنوز أو لنقول مناجم الذهب تتواجد فقط في الوضع العادي فقط المعلومة الثانية والثالثة عفوا وهي معلومتهم لنقول كل اللاعبين أكبر وهذا عن تجربة أكبر مكان تستطيع منه القيام بجمع الجواهر بدون مجهود وهنا نركز على هذه المعلومة وتفاصيلها أكبر مكان أو لنقول المكان الذي يمنحك أكبر عدد ممكن من الجواهر بدون مجهود وبدون أي عناء هو الأنقاذ نعم الأنقاذ تمنحك الكثير جدا من الجواهر مع البحث المستمر والمتواصل بالنسبة لي استطعت شراء اثنين من التنانين الزعماء كل تنين فيهم يكلف حوالي خمسة آلاف جواهر كذلك استطعت القيام بترقية لنقول روكن الفاقس وكذلك لنقول تطوير مجموعة من التنانين بالجواهر كل هذه الجواهر استطيع الحصول لنقول منها من الأنقاذ بطبيعة الحال سوف تبحث 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 ولن تجد الجواهر لكن مع الاستمرار في البحث دائما سوف تجد هناك بعض الجواهر كلما كان الصندوق نادر كلما كان عدد الجواهر أكثر المشكلة في الأنقاذ أنه كلما تقدمت يتوجب عليك رفع مستوى التنانين لكن حصيلة الجواهر تستحق بطبيعة الحال هذه المعلومة الثالثة ننتقل صديقي إلى المعلومة الرابعة أول تنين سماوي على الإطلاق على حسب معرفته وعلى حسب ما هو متواجد في المعلومة هذه المعلومة غير متأكدة منها ولكن غالبا صحيحة أول تنين سماوي هو هذا التنين الذي تشاهد هنا وهو تنين أفروديتس هذا كان أول تنين سماوي يتم إضافته إلى لعبة تنانين أسطورية قبله لم تكن هناك تنانين سماوية هذا التنين تم إضافته في 2017 وكان متاحا كتنين أسبوع تستطيع الحصول عليه بالتزويج العادي وكان أول تنين تستطيع الحصول عليه بهذه الطريقة آخر تنين سماوي تم إضافته إلى لعبة تنانين أسطورية هو هذا التنين طبعا يجير كان هو الآخر ولكن يجير يعتبر تنين قديم وليس سماوي وبما أنه يجير يعتبر تنين قديم وليس سماوي يبقى هذا التنين الذي تشاهده هنا هو آخر تنين سماوي جديد تم إضافته إلى لعبة تنانين أسطورية وطبعا هو تنين جمع لم يكن في الفعاليات بعد هذا التنين لم يتم على الإطلاق إضافة أي تنين سماوي إلى لعبة التنين الأسطورية هذا للأسف بطبيعة الحال المعلومة الخامسة المعلومة الخامسة صديقي أنه رغم أنه قلنا في اللعبة تقريبا حوالي 1123 تنين إلا أنه هذه الألاف من التنين لن يخرج أشكالها عن أحد هذه الأشكال هذه الأشكال التي تشاهدها هنا هي كل الأشكال المتواجدة في لعبة التنين الأسطورية أي تنين متواجد في لعبة التنين الأسطورية سوف تجد شكله أحد هذه الأشكال الموجودة هنا المعلومة هنا أن كل التنين تتحرك بنفس الحركات لديها نفس لنقول التعابير لديها نفس الخطوات ونفس كل شيء سوف تجد أن كل التنين على سبيل المثال الموجودة هنا على هذا الشكل مثل تنين القبيلة على سبيل المثال تنين الفالكوف على ما أعتقد كذلك تنين لنقول الأرض سوف تجد لديها نفس الحركات ونفس لنقول التعابير ونفس الملامح وكل شيء التغيير يكون فقط في الألوان وبعد التفاصيل إذن كل الآلاف المتواجدة في لعبة تنين أسطورية من تنين لن يخرج شكله على هذه الأشكال أي تنين سوف تجده سوف يقول له أحد هذه الأشكال ويقوم بنفس الحركات المعلومة السديسة صديقية والتي قد تكون صادمة بالنسبة لك كل ما تشاهد هنا في لعبة تنين أسطورية كل ما تشاهد من تنين كل ما تشاهد من هذه الأشياء هي للأسف غير متواجدة في جهازك كل هذه الأشياء الموجودة هنا ولعبة تنين في أسطورية بنفسها هي لعبة غير متواجدة صديقي في جهازك لعبة تنين أسطورية موجودة في خوادم الشركة في جهازك يوجد فقط الرسومات بعبارة أخرى صديقي أنت فعليا لا تمتلك اللعبة لعبة تنين أسطورية ليست ملكك كل التنين المتواجدة في لعبة تنين أسطورية ليست ملكك كلها عبارة عن أكواد متواجدة في سرفورات الشركة في حالة لم تكن تمتلك اتصالا بالأنترنت في حالة لنقول تم إيقاف حسابك فكل تعبك وكل ما يتواجد في لعبة التهين الأسطورية الخاصة بك أو في النسخة الخاصة بك سوف يذهب أدراج الرياح بعبارة أخرى لا ترتبط عاطفياً كثيراً في اللعبة إنها معرضة للفقد في أي وقت المعلومة الموالية المعلومة الموالية صديقي في مجموعة من الفعاليات الموجودة في لعبة التهين الأسطورية خصوصاً الزنزانة السحيقة أنت ضحية نعم هي معلومة وهو سر لا يعلم الكثير أنك عبارة عن ضحية مجموعة من الفعاليات على سبيل المثال الفعالية السماوية على سبيل المثال الفعالية القديمة على سبيل المثال لنقول مجموعة من الفعالية الأخرى أنت عبر عن ضحية لماذا أنت ضحية كيف أنت ضحية صديقي لأن هذه الفعالية في معظمها التنلين التي سوف تحصل عليها في معظمها لن تستطيع استخدامها لأنها تحتاج إلى تطوير أنت لا تمتلك الموارد هذه الفعاليات حرفيا تقوم بسرقة الوقت منك على سبيل المثال القلعة لا توجد من تلعب كل 6 ساعات فعالية النرد في الفعالية القديمة يتوجب أن تلعب كل ست ساعة الفعالية التاغية غليبا يتوجب أن تلعب كل أربع ساعة أو كل ساعتين حتى تستطيع شحن أحجر فعالية الشبكة حتى تستطيع اللعب الفعالية الكبرى في لعبة تانية أسطورية حرفيا تسرق وقتك أتجعلك ضحية هذه نرسبة طبيعة ستلاحظ تديقي أني في الآوينة الأخيرة على الأقل في السنة الأخيرة لم أعد مهتما باللعب كل الفعاليات لنقل حرفيا بكل ما فيها من هذا الفخ ولله الحمد استطعت الخروج المعلومة الموالية أو المعلومة السابعة صديقي ستلاحظ معي أنه لعبة تانية أسطورية ما اسمها؟ اسمها لعبة تانية أسطورية نحن نلعب اللعبة اسمها لعبة تانية أسطورية هذا الاسم على غير مسمى لماذا؟ لأنه لعبة لعبة تانية أسطورية ولكن كل التانية الأسطورية المتواجدة فيها هي مثل عدمها مثل قلتها كل التانية الأسطورية في لعبة تانية أسطورية فقط جمعها فقط تكديسها لا باستثناء لنقل تنين الغامضة الأسطوري للث باستثناء هذه الثلاثية فلا يوجد تنين أسطوري السحقا تعتمد عليه إلى النهاية هذا قولا واحدا بعيدا عن العاطفة لا يوجد تنين أسطوري تستطيع الاعتماد عليه إذن لعبة تنين أسطورية بدون تنين أسطورية تكون أفضل المعلومة ما قبل الأخيرة أنه التنين في لعبة تنين أسطورية لها لنقل ما يعنيها على سبيل المثال كل التنين السماوية المتواجدة في لعبة تنين أسطورية هي التنين إما تعود لقصص يونانية إما تعود لقصص فرعونية قديمة إما لقصص إسكندنافية قديمة إما لقصص آمازيغية قديمة إما قصص لنقل لحضارات لنقل غابرة أو حضارات قديمة أو خرافات قديمة سوف تجد على سبيل المثال هيرمز لنقل أفروديتس المتواجدة هنا هي عبارة عن قصص يونانية قديمة سوف تجد حورس المتواجد هنا عبارة عن قصص لنقول مصرية قديمة سوف تجد أمي تاراسو على سبيل المثال أو كذلك لنقول يامكاكاس عبارة عن حضارة يابعنيا وكذلك لنقول شينغا عبارة عن حضارة أسيوية قديمة سوف تجد بوسا أيضا عبارة عن حضارة أمازيغية قديمة ومجموعة أخرى من الحضارات التناني السماوية لنقول في لعبتها الأسطورية لها أسماء عبارة عن شخصية كانت لنقول تروى حولها قصص قديمة التنانين القديمة تعود إلى حضارة ولكن ليست لنقول خرافة قديمة وإنما حضارة أو قبائل كانت موجودة في قبل على سبيل المثال التي كانت موجودة في الأدغالة الإفريقية وغيرها وسبق وروينا قصة تنين جلوب كذلك التنانين السماوية أو الأسطورية تعود إلى أشياء موجودة في لعبها في العالم من حولنا على سبيل المثال تنين الرعب الأسطوري يرمز إلى الرعب مجموعة من التنين ترمز إلى الأبراج رغم أني ضد الأبراج قول الواحدة لأنها عبر عن خرافات كذلك لنقل ترمز إلى أشياء مثل 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 التنين المشعود يرمز إلى السحر والشعودة وغيرها من هذه الأمور التنين لنقل الملحمية وغيرها ترمز على سبيل المثال إلى فواكه إلى فصول إلى نباتات وغيرها من هذه الأمور المعلومة الأخيرة وللأسف كنت أريد أن أقول ختمها ميسك ولكن المعلومة والسر الأخر أن معظم الفعالية في لعبة التنين الأسطورية هي عبارة عن اشترار وتكرار لا يوجد فعاليات موجودة جديدة بالفعل حرفيا فعالية جديدة كل الفعالية المتواجدة لدينا الفعالية السماوية تم إيقافها بالشكل الذي نعرفه والفعالية السماوية الموجودة حاليا عبارة لنقل عن روتين الفعالية القديمة منذ بدايتها حتى لأنه مع التحسين والتحديثات ما زالت كما هي عبارة عن روتين وعبارة عن تكرار الفعالية الطاغية هي فعالية مسخ كان من المفترض أن تأتي بأفكار جديدة ولكنها لم تأتي بأفكار جديدة الفعالية التاغية هي عبارة عن اقتباس للفعالية القديمة مع تعديلات بسيطة وخرجت لنا فعالية لنقول تاغية يقال أنها فعالية تاغية لكنها نفس الشيء اللعبة التنية الأسطورية حاليا للأسف تعاني من فقر جديد في أفكار لنقول ثورية أو فكار ابتكارية هذا الفقر في هذه الفعالية سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى موتى اللعبة عاجلا أو آجلا شكرا جزيلا لك صديقي على مشاهدة الفيديو انتظرنا في فيديو قادم حول عشر من أفشل الأشياء المتواجدة في لعبة التنية الأسطورية